اهلا بكم تكلمنا في الفيديو السادر عن نشأة الحسين بن علي ومقتل سيدنا عثمان والفتنة الكبرى والصراع بين معاوية والحسن كما ذكرنا كيف قتل الحسن بالصم وكيف حاول معاوية مبايعة يزيد بالمدينة وبداية الصدام بين يزيد والحسين رابط الفيديو في صندوق الوصف وفي هذا الفيديو نذكر باقي قصة سيدنا الحسين بن علي وكيف تم استشهاده مسلم بن عقيل ليمهد لقدومه للكوفة خرج مسلم بن عقيل من مدى تمارا على المدينة المنورة حتى ياخذ بعض الساد معه وايضا كان معه دليلين للطريق ويقال بسبب صعوبات الطريق البالرة متى الدليلين في الطريق وبعد مشقة وعناء استطاع مسلم بن عقيل الوصول للكوفة ودفل احد المنازل وهو يشعر بالعطش والمرض بشكل رهيب اسرع اهل هذا البيت فسكوه المياه وطمنوه انه اصبح في امان وسلام كان صاحب ذلك البيت يدعى مسلم بن عسجد وكان من محبين البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عندما سمع من مسلم بن عقيل قدومه للكوفة اكرمه ونزله بيف في بيته وعندما علم اهل الكوفة بوبود مسلم بن عقيل وبمهمته بدأوا يتوافدون عليه باعداد مهولة لكي يعلنون مبايعتهم للحسين فلفة عليهم وفي عدة ايام اعلن ثلاثون الف شخص من اهل الكوفة مبايعة الحسين بن علي وقتها تحمس مسلم بن عقيل للغاية وارسل رسالة للحسين يطمئنه فيها على الوضع ويطلب منه بسرعة التوبه للكوفة وبعدها انتشر خبر وصول مسلم بن عقيل للكوفة ومبايعة الناس للحسين فتغاضى الوالي النعمان بن البشير عن الامر ولم يظهر اهتمام حينها قام بعض من انصار بني امية بمراسلة يزيد بن معاوية واثباره بما حدث فقام يزيد بعسل النعمان بن البشير عن ولاية الكوفة وعين بدلا منه عبيد الله ابن زياد الذي كان معروف بالقصوة والخبث وطلب يزيد منه ان يقبض على مسلم بن عقيل ويقتله وعندما علم مسلم بن عقيل ان ولي الكوفة البديد عبيد الله ابن زياد عرف مكانه ترك البيت المقيم فيه ولجأ لبيت الثاني ولكن رجال عبيد الله ابن زياد على مسلم بن عقيل وقتله هو وبعب انصاره بعد انفن اهل الكوفة وتخلوا عنه وانتنعوا عن مقاومة ابن زياد خوفا على حياتهم وقام ولي الكوفة بصلب اكسادهم حتى يكونوا عبرة للناس كما ارسل رأس مسلم بن عقيل لليزيد بن معاوية في دمشق الحسين يتده للكوفة على الجهة الاخرى وصلت رسالة مسلم بن عقيل للحسين وكان مختواها ان الرائد لا يكذب اهله واند جميع اهل الكوفة معك فاقبل حين تقرأ كتابي هذا وعليه قرر الحسين انه يتودع للكوفة لكن انصاره كانوا يرون عكس ذلك حتى لا يتعرض للخطر وهو بعيد عن اهله وبلده خصوصا اهل العراق متقلبين وممكن ان يخضروه في اي لحظة حيث ظهر منهم الخوارج وقتلوا ابوه علي ابن ابي طالب حيث قال عبدالله ابن العباس لا يا ابن العم اني لا ان عليك ان يستنفر عليك الناس وان يقبلوا وبوههم فيكون الذين دعوا اشد الناس عليك يا ابن العم اني اتخوف عليك الهلاك ان اهل العراق قوم غدر فلا تقترن بهم اقم هنا في هذا البلد حتى ينفي اهل العراق عدوهم ثم اقدم عليهم وانا فسر الى اليمن فان بها خصونا وشعابا ولابيك شيعا وبث فيه ان دعاتك فان فعلت يقول لك ما تحب فرد عليه الحسين وقال يا ابن العم اني لا اعلم انك ناصح شفيق لكن قد اسمعت على السير وان امر الله نافذ فقال ابن العباس فان كنت ولابد سائرا فلا تسري باولادك ونسائك فوالله اني فائث ان تقتل كما قتل عثمان ابن عفان وولده ونساء ينظرون اليه وسأل عبدالله ابن السبيل الحسين بدهشة وقلط وقال تذهب الى قوم قتلوا اباك وخرجوا اخاك وغيرهم الكثير نصحوا الحسين بعدم الخروض للكوفة ولكن الحسين كان مصمم على رأيه كما يقال ان الشاعر الفرسدق كان يعيش في مكة خينها فقال للحسين عن احواليه العراق وهو يستعد للخروب القلوب معك والسيوف مع دنيه امية وقبل خروب الحسين من مكة للكوفة ارسل الى اهله من المدينة لكي يصاحبه في رحلته ويذكر انهم كان عددهم تسع عشر شخص من اخواته ونسائه واولاده بمجرد خروب الحسين من مكة مع رجاله واهله قام مروان بن الحكم ارسل رسالة ليزيد بن معاوية يعلمه فيها دي ما حدثوا عندها ارسل يزيد رسالة لوالي الكوفة عبيد الله بن زياد يقول له فيها بل غني ان الحسين تودها الى العراق فضع المنافر والمسالح واخترس واكتب لي ما يحدث وفي الطريق ارسل الحسين رسالة لاهل الكوفة مع قيس بن مساهل الصيدوي قال يطمئنهم فيها انه عند ظنهم فيه وانه في الطريق اليهم وكان في محتواها فان كتاد مسلم بن عقيل جاءني ليخبرني بحسن رأيكم واكتماع كلمتكم على نصرنا فنسأل الله ان يخسن لنا الصنيع وان يفيبكم على ذلك اعظم الاجل وقد اتدهت اليكم من مكة واذا قدم عليكم رسولي فاكتموا امره وذدوه فاني قادم اليكم ان شاء الله لكن عند القادسية قبض الحسين بن نمير على رسول الحسين قيس وقام بارساله لوالي الكوفة عبيد الله بن زياد الذي رضب لغاية ارسل للحسين بن نمير يطلب منه ان يسعد لاعلى القصر وينادي في الناس ويسب ويشتم سيدنا علي بن ابي طالب وابنه الحسين فراضب الحسين من رسالة بن زياد وتطاوله على اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه طلع الخصم اعلى قصر وبدلا منه سب علي والحسين ناد في الناس وقال ايها الناس ان الحسين بن علي هو خير خلق الله وهو ابن فاطمة بنت رسول الله وان جاء اليكم فاضبوه واسمعوا له واطيعوا فينها غضب ابن زياد بما صنعه الخصن فامر بلقائه هو ومنعه من فوق القصر وكانت هذه نهاية الحسين بن نمير الحسين يعلم بفيانة اهل الكوفة له عندما كان الحسين في طريقه للكوفة ولا يعلم بما درى لابن عمه مسلم بن عقيل والحسين فلحق بالحسين بعب الرجال واعلمه بكل ما حدث ونصخه بعدم اكمال طريقه نحو الكوفة وان يرجع للمدينة لكن في ذلك الوقت كان مع الحسين اخوات مسلم بن عقيل الذين سمعوا بمقتل اخوهم مسلم بن عقيل بعدها اصروا على اكمال الطريق وقروا للحسين والله لا نردع حتى ندرك ثأرنا او نذوق ما ذاق اخونا حينها قال الحسين لمن معه بعد ان ادرك ان اهل العراق خدلوه وقال فذنى شيعتنا من احب منكم الانصرافة فلينصرف من غير خرب وليس عليه من ناثمام وعليه تفرقت الارلبية رغم من حول الحسين ولم يبقى معه الا قلة قليلة عندما وصل الحسين لمكان يبوضع القادسية دا حوالي فمسة كيلو وصلت له اخبار ان والي الكوفة ارسل ديشة اعداده الف مخارب ما بين فرسان ومشات ويقود بن سياد لمقاتلته لكن لم يبقى الحسين الا حوالي فمسة واربعون فارس ومائة رابل بعدها نزل الحسين عن فرسه وتودها للمخاطين به من اهل القادسية ونادى فيهم وقال ايها الناس اني لم اتي اليكم حتى اتني كتبكم ورسلكم فان تعطوني ما اقمئن عليه من عهدكم وموثيقكم كنت معكم وان لم تفعلوا انا صرفت عنكم الى حيث اقدم ولكن الناس انصرفوا على الحسين وتركوه لاعتقادهم ان المعاكة اصبحت منتهية وفي خب الفاسرة الحسين يصل للكوفة عندما وصل موكب الحسين لمواقع ديش ابن زياد اخذ الحسين طريق مختلف رير طريق الكوفة لكن ديش ابن زياد فعلوا بمحافزتهم يراقبوهم لان تعليمات والي الكوفة لهم انهم لا يتركون الحسين يدخل للعراق مهما حدث واثناء ذلك نادى الحسين في ديش ابن زياد وقال ايها الناس ان رسول الله قال من رأى سلطانا دائرا مسحتل لحرم الله مخالفا لسنة يعمل في عباد الله بالاثن والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله وان هؤلاء قد لازموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالبغي واحلوا خرام الله وخرموا حلاله وانا اخق من غيري واكمل الحسين كلامه ايها الناس لقد اتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم انكم لا تسلمونني ولا تخذرونني فان بقيتم على بيعتكم تصيب رشدكم فانا الحسين بن علي وفاطمة بنت رسول الله نفسي مع انفسكم واهلي مع اهلكم فلكم في اسوة وان لن تفعل ونقضتم عهدي وخلفتم بيعتي فمن نكث فانما ينكث على نفسه ولكن للاسف كلماء الحسين لن تؤثر على نفوس ديش ابن زياد الذين ظلوا بمحاذاة موكبه حتى ينعوه من دخول الكوفة معندما وصل موكب الحسين لمدينة كربلاء في يوم اثنان في شهر المحرم سنة واحد وستون هجريا التحق ديش اخر بجيش ابن زياد وكان عدده اربع الاف مقاتل من الفرسان والمشات تحت قيادة عمر بن سعد بن ابي وقاص وعندها اكده الحسين لعمر بن سعد بن ابي وقاص وقال له يا عمر اخطر احد ثلاث اما ان تتركني ارجع كما جئتو اما ان تسيرني الى يزيد بن معاوية اضع يدي في يده فيحكم فيما رأى فان ابيت فسيرني الى الترك فاقاتل معك حتى اقتل وهذا كان بمثابة الحسين فاما انهم يتركه يرجع للفجاز واما يذهب به ليزيد ابن معاوية ويحكم عليه يزيد بما يرى واما يأخذ اليدهاد فيخارب حتى يقتل وهنا رأى الكثير من الناس ان الازمة على وشك الحل لكن غضب ابن زياد ولي الكوفة للغاية لان الحسين تخطاه وذهب لتفاوض مع عمر بن سعد وعليه ارسل ابن زياد رسالة لعمر ابن سعد مع شمر بن فيلدوشان كان محتواها اما بعد فاني لم ابعثك الى الحسين لتكفى عنه ولا للتمني بالسلامة والبقاء ولا لتكون له عندي شافعة انظر فان نزل الحسين واصحابه عما اردوا فابعث بهم الي فان ابوى فاسحف اليهم حتى تقتله وتمثل بهم وانهم لذلك مستحكون وان قتل الحسين فاوطى الفيل صدره وفهرة عندما قرأ عمر بن سعد رسالة ابن زياد استأو وقال لشمر ابن فيلدوشان قال ابعد الله دارك وقبح ما جئت به والله اني لا افن كانت لفي صرفت ابن زياد عن الامور الثلاثة التي عرضها الحسين لان شمر كان يريد قتل الحسين وقال لعمر ابن سعد فماذا انت صانع عند قوم الحسين اتقاتلهم ام تتركني وياهم ورغم صعوبة الموقف الا ان عمر ابن سعد قال لشم ساتولى انا امرهم وعندما علم الحسين برسالة ابن زياد ادرك انها الحرب لا مفر لها وقلق ان يترك من معه خاصة ان عددهم قليل للغاية بالمقارنة باعدائهم وقتها قال مسلم ابن عوسجت له ان اتخلى عنك وبما نعتذر في حقك والله لن نخليك حتى يعلم الله اننا حففنا عنه رسوله وبعدها طلب الحسين من رجال ابن زياد ان بتركه وشأنه انهم رفضوا وعزموا انهم لابد ان ينفذوا خكم والي الكوفة ومباشرة ركب فرسان ابن زياد قيوله ورفعوا اسلحتهم واستعدوا للمعركة ودعلوا فورهم لنهر الفرات لمنع المياه عن الخسين ومن معه حزنة السيدة زينب بنت علي اختر حسين للغاية عندما رأت الوضع ووصل الوضع لهذا السوء فذهب لعمر بن سعد وقالت له يا عمر تقاتل قريبك الحسين ابن بنت رسول الله ولكن عمر بن سعد اعرض عنها جائز لانه لم يكن عنده كلمات لرد عليها في هذا الموقف الاليم عاقة كربلاء واستشهاد الحسين وفي صباح يوم البمعة عشر محرم سنة واحد وستون هجليا كان نديش ابن زياد على اتم استعداد للمعركة فخرق الحسين ولا لس درعه ورتب فرسه وفي يده المصحف والسيف ودعا ربه فقال ان ولي يا الله الذي انزل الكتاب وهو يتولى الصالفين بعدها زحف كثير من رجال ابن زياد وخسروا الحسين واهله الذين كانوا في قمة الفزع ودارت المعركة الشرس وراهيبة ورخوا القتلى يتساقط باعداد كبيرة ولكن الحسين ورجاله اظهروا شجاعة عظيمة كما استطعوا الدفاع عن نفسهم لضربة ان قتل منهم عدد قليل مقارنة دمن قتل من جيش ابن زياد وفلت طرفين يتحاربون حتى جاء واقتصلا البمعة فوقفوا القتال وصلوا البمعة ثم ردعوا لمواصلة قتال وكان شمر بن فيلدوشا مصمم للغاية على قتل الحسين واهله لذلك قام بأرسال حوالي ثمسمائة بندي من الديش ناحية اهل الحسين وبالفعل ندح رجال ابن زياد في قتل الكثير من اهل الحسين وانصارة فقتلوا مسلم بن عسدت وقتلوا اولاد الحسين وهم ابو بكر وعمر والعباس وعفمان ودعثر كما قتلوا بعض ابناء الحسن وبعض اخوة مسلم بن عقيل ويقال ان اثناء المعركة الطاخنة كان الكثير من ديش ابن زياد كل تفكيرهم هو قب على الحسين وليس قتله لانه يعلمون ما قامه الا شمر بن فيلدوشا كان مصر على قتل للحسين بشكل رهيب فراح يقترب من الحسين ويراكبه بامعان وينتظر الفرصة المناسبة التي جاءت عندما تعلق طفل من ابناء الحسين بابوه يطلب منه شربة ماء يطفي بها عطشه خينها اطلق احد رجال ابن زياد سهم على الطفل فقتله فعندها قرر شمر بن فيلدوشا انه يسترل حصرت الحسين على ابنه وفعلا دفل ومعه بعض رجاله نحو الحسين حتى اقترب منه فقام شمر بضرب دسيفه امام فرس الحسين فعقف الفرس وسقط للحسين الذي حاول ان يقوم مرة اخرى ولكن للاسف لم يستطيع لان السهام وضربات السيوف كانت تتكالب على افتراط كسده من كل الديها حاول الحسين ان يشرب لكن اصاب دسده الكريم سهم فنفث من فمهد من هنا اسرع شمر بن فيلدوشا وقام بقطع رأس الحسين ومعلقها رمفه واخذ يطوف به بين ديشه وبنوده كما فعل رجال ابن زياد ذلك برؤوس باقي القتل من انصار الحسين هذا غير استشهاد عدد من نساء اهل الحسين وكان فيهم زودته السيدة لبن وبعد المعاكة اسر ابن فيلدوشا من تبقى من نساء واطفال الحسين بما فيهم السيدة زينب بن تعلي وارسلهم لابن زياد بالكوفة التي لسلهم ليزيد ابن معاوية الذي لسلهم للمدينة بعد ذلك وبعد استشهاد الحسين راح رجال ابن زياد يطوفون برأسه في الكوفة وهي على نصل سيفه كاحتفال بانتصارهم عندما وصل الرأس الحسين لابن زياد ظل يمثل بها حتى صرخت به السيدة زينب ثم تعهد عمر بن سعد لانه يدفن القتل وعليه تم دفن سيدنا الحسين في الكوفة وتذكر صفحات التاريف ان الله انتقم اشد انتقام من قتلة الحسين واهله حيث قتل ابن زياد وابن ذي الجوشن بعدها وبذلك تنتهي حلقتنا منتظر رأيكم في التعليقات ولا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم